مهما اتخذت من أساليب التربية في صلاح أولادك فاعلم أنه لا غنى لك عن الاستعانة بالله في تقويم سلوكهم وتهذيب أخلاقهم فالأنبياء وهم أفضل خلق الله ما توقفوا لحظة عن الدعاء والتضرع إلى الله من أجل صلاح أولادهم ومن أهم هذه الأدعية التي نستعين بها على صلاح أولادنا الدعاء الأول وهو دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الدعاء الثاني دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامه الدعاء الثالث رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين